يعني المختصر المفيد السؤال اللي كل الناس بتدور على إجابته مستني إيه جديد من الأهلي في الموسم اللي بيبدأ وخصوصاً إنه البداية إلى حد ما من وجهة نظري طبعاً المتوضع جداً إن البداية صعبة لكن كل المقدمات بتقول إن إحنا عندنا حاجة جديدة إيه هي تترجم إزاي نشوفها إزاي في كورة الأهلي وفي أداءه وفي نتائجه وفي أرقامه وفي بطولاته اللي هيجيبك اللي هيجاوب على كل الأسئلة دي هو الخفة والشياكة والرشاقة الهات وخد التيكي تاكا نجب النادي الأهلي طبعاً كابتن شريف عبد منها اللي بيشارفنا النهاردة في السادسة مساء أخير كابتن شريف مساء أخير محميد أخبر لازم على الهوى أبدي أعجابي أنا ما تقوليش إنه مش نيولوك أنا شايفه نيولوك أنا شايف نيولوك يعني عالمي أنت طول عمرك عالمي نيولوك من الولاد جوه حبيب يا كابتن شريف في جديد السنادة يا كابتن شريف في وعود لا يعني خليها يتفق على الحاجة لأول مرة من الأهلي في التلات مواسم الأخيرة حتى في الموسم اللي الناس بتقول عليه ما نجحناش انت واصل لنهائي دوري أبطال كنت بتنفس لغاية آخر لحظة في ظروف كتير خارجة عن إرادتك منها أنت كنت سبب فيها كجهاز فني كما فيش روتاشن كإصابات وفي منها ظروف أكيد خارجة عن إرادتك منها تحكيم منها التحادات مصري والتحادات أفريقي والتحاد دولي وكل حاجة لكن حتى في ظل ده انت كنت بتلعب في ظل ظروف صعبة جدا السنة دي أول مرة عندك بداية منطقة بداية طبيعية يعني خدت بريك لعيبتك خدت بريك هو من هنا بقى من هنا بقى ما هو عشان كده أنا أقول المقدمات دي مفترض أنها تؤدي إلى نتائج مختلفة فيه جهاز فني جديد راجل كولر أخبار كولر معاك إيه شخصية جديدة شخصية بتتعامل مع اللعيبة بشكل نفسي جيد جدا مع هاتفك دي يعني واللعيبة حسب كده بسيطة أنا حرجع لكلمة دي أنت قلت أول مرة نشتغل طبيعي بقى بعد من ثلاث سنين نشتغل طبيعي كنا مستشفى الحقيقة اللعيبة كانت محتاجة راحة كبيرة قوي خدتها وإن شاء الله يرجعوا متعافيين كلهم مفيش أي حاجة اللعيبة اللي معاك دي تديك ثلاث سنين ما يخش عنهم العيب أنا بكلمة جد لو حاليتم الطبيعية سلام ما فهمش أي حاجة بشكل التغيير الفني اللي حصل بسيكولوجية جديدة بساعات إحنا وانا بنلعب بنحتاجين تغيير تغيير نفسية تغيير ملعب تغيير بيحصل حالة تشبع بنيجلن حالة زهق بس لما بنخش على حاجة جديدة بتدينا الدافع تديني دوافع كتير قوي إن أنا أرجع وأتمرن تاني كويس وأخش في الفورمور بتاعتي والشكل بتاعي الطبيعي وأدي أكني بلعب لسه ناشي عندي 19 سنة أو 18 سنة ويرجعني كل ده بيرجعني تاني لجديد جديد من غير إصابات إن شاء الله جديد جاد جداً الوعود اللي أنا كنت بكلمك عنها دي اللي هي جماهرية إن كنتم هتشوفونا أحسن بكتير قوي من الفترة اللي انتو شفتونا فيها للظروف اللي إحنا عمرنا بها وده الطبيعي الحقيقة ضغوط وملفات وكل حاجة حتى بدايتك في أفريقيا بداية قوي جداً فما زلت إنت تحت المطالب الجماهيرية أنا عندي تخوفين منهم واحد ده أبنم عندي تخوفين يعني فيه نقطتين مخوفيني شوية مش مش مخوفيني بلاش مخوفيني قلقيني شوية نطيش عائل خوفة كثيراً أه يعني أنا أنا لأ من ناحية جمهور الأهلي متطمن أه فيه اطمئنان كبير جداً وفيه تفاقل كبير جداً فاضل بس ضربة المعلق فاضل الصفقة الجديدة دي الصفقة كمان يعني أنا مش عايف طبعاً أهل مكة قدرأ بشعبها هل هتتم قبل الموسم هل الأفضل نستنى للميركاتو الشتوي ولا لا أنت يرأيك في قصة الصفقة الخامسة أو المحترف الأجنبي الخامس هو فيه كذا حاجة إحنا كعادتنا بنشوف جول ملعب بنشوف بنكلم والدنيا عندنا وبنقدم الحكاية كلها أو بنقدم الناس اللي موجودين كلها أي وما زال عندنا الحمد لله أنا كنت دايماً أقول لأنا عايز نين سترايكر واثنين وراء يقام منه وباكرايت معنا مع الاثنين الجمدين اللي عندنا وكل بلاي ميكر جنب أفشا ما إحنا الأهلي أي فعايزين الـ طبعاً والسكواد بتاعنا يبقى أعلى بكتير أو من أي حد تاني صحيح وده الطبيعي بتاعنا طول الحياة يعني وده الطبيعي بتاع الدولاب بتاعنا طيب هجيلك في الميركات ولكن أجي نقطتين اللي يمكن شوي على أني أولاً أنه فترة الإعداد برضو بالنسبة للراجل برضو أنا بقى حاول أحط نفسي مكان الموديل الفني برضو مش كاملة قوي تعارف يعني فيه تعارف فيه إراية إمكانيات فيه أن نحن نقرب المسافات الأيس بريكينج ده في أي علاقة في الدنيا مهم جداً أنك تكسر الحواجز تقرب من اللعيبة تطلع الكويس اللي فيه ومتعرف إيه النقص عندهم تشتغل عليه والبداية دي الحقيقة حصلت حتى فكرة القياسات البدنية والكشف الطبي والكلام ده أو مرة بتاعي بتاعي فيه حاجة يا أحمد الأنون الجاهل بالمعرفة أنا ما عرفكش أنا بشوفك قدام جديد دلوقتي مولود جديد بالنسبة لي كجهاز فني وبالنسبة لي كلعبين تعارف جديد إنسى كل حاجة اللي حصلت في المشاكل اللي حصلت لفرصة اللعيبة كابتن فرصة اللعيبة وفرصة مدير فني إنه هو بيكتشف في الولاد اللي ممكن غيره ما كانش اكتشف ما كانش شايفه لأن غيره لما جه ما كانش حد قادر يوقف ولا حد قادر يدي ويمكننا استعيننا بال ولا في فترة حتى المدير فني يشتغل فيها وإنت بتقسر نقاط بتساعد الآخر أنت اللي بديت للآخر مش الآخر اللي كان بس هو يمكن من سوق حظه شوية إنه بدايته أو معسكر عداده أو تولي المسؤولات جاي في تفس توقيت الأجندة الدولية فاتحرم برضو من عدد كبير من اللعيبة لعيبة كتير موجودة مع منتخب مصر الأول لعيبة موجودة مع تونس مع مالي لعيبة موجودة مع منتخب مصر الأولمبي لما أنا وإنت ما نقولش إنه هو بنسباله بلاس يعني إيجابي إن أنا أتفرج عليهم دوليين دول هتفرج عليهم بإيه بلاس يعني دول الكلاس بتاعي دول مستوى الأول بتاعي اللي هم بيمثيره نادية وبلدهم دولي فدول أنت هتفرج عليهم دول خلالة ست سبعة تمانية دول عندك الحكاية سهلة علي حكاية خلاص لا بس كلمة على ناحية الشغل أنا عايز أشتغل مع التيم أزا تيم عايز اللعيبة دي تخش معي تبتدي تفهم أنا عايز أعمل إيه تتمرم معي تعرف فكري تعرف تحفظ معي جمل تحفظ معي تاكتك هو تحرم من ده وده يودينا نقطة تانية وخصوصا وده اللي يمكن شوية بقى أقلقني عليه هو شخصيا أكتر أنه هيبتدي الموسم بمواجهة صعبة يعني مش هتبتدي الموسم بطولة محلية أنت هتروح تلعب كنا نقدر نقول صعبة لو في الظروف اللي فاتت إنما في الشكل ده وفي الظرف ده وفي الروح اللي جاية يعني أول مطش رسمي الجمهور هيتفرج عليك فيه وهيحكم جمهور الأهلي هيحكم التانية في تونس بتلعب مع فرقة في تونس بره ملعبك رايح جاي إن شاء الله يعني الباور اللي موجود والضافع اللي موجود عند اللعبة دي دي تاكل أي حاجة ما عندهمش غير جماهيرهم في عينيهم وناديهم وتشيرتهم وبطولات جاية بإذن الله فهو ده الفكر الوحيد اللي موجود عند اللعبة اللي أنا أظن من وجهة ناظر أنا شخصية إن ده اللي حيبق موجود يعني واللعبة جاية على جهاز جديد الجهاز جديد مش هيرحم غير اللي بيدي فأنا حدي كل الطاقة اللي عندي ده إن كنت أنا عايز أبقى موجود وعايز أقدر ألعب وعايز أبقى أفضل بحافظ على جسمي وبحافظ على كل حاجة موجودة ده كمان في ناس هتعود يعني سكواد الأهلي السندي في ناس كتير هتعود يريد هو يبقى يعرف يعمل بتاع كل 72 ساعة هو الأهم من كمان إنه إزاي اللعبة لما تبقى قعدة تبقى عارفة إنها تبقى شحرة بطارياتها طول عمرنا يا أحمد بنلعب والروتشن بيشتغل 40 دقيقة 60 دقيقة واللي موجود برا هو أساسي واللي موجود جوه أساسي ومش عارفين مين الأساسي من مين اللي بيلعب من مين اللي بيبتدي وفيه ستسفايد في الحكاية طول عمرنا أما بننجح كنا بننجح بهذا المفهوم شكرا للمشاهدة